اشتركوا في القناة سنشاركوا معكم بالطريقة ديالها مهم هاي ستسلم عليكم سلام لبنات المتتبعات ديالسانة كانت مني يعجبكم هذي التجاج بطريقة ديال المراكشين وبغيط المراكشين في هذا الفيديو ديرو جيم المراكشين اول مراكشين انا اضرب الكارد باسميتو بتاو الكاميرا المراكشين غا تقولوا واش هذي طريقة المراكشين بصح ولا لا وهم حتي الطريقة مختلفة اللي كندير انا كيدروا الضغميرة بمصلم من قبل وهي كتشرح لي الطريقة كيف شرم الدجاج احنا هاي البناس هم كيشرم له بالبصلة كيطحنوا البصلة وكيدروا فيها الدغميرة ودكشي وعد كيشرم له الدجاج مهم يوم الطريقة ديال الليلة سنشارك معكم باش ما نطولوش عليكم ان شاء الله نوجدوا الدغميرة ودجاج ديالنا وانتهم معنا في هذا الفيديو نساء الله ما تنسوش هالبناس خليوا لي التحت في الكومنت اغوش هذي الطريقة الدجاج بالدغميرة ديال المراكشين ولا لا مهم قال المراكشيات يبانوا عندي لتحت في التعالي ضروري سومي بانوا ضروري يقولوا واش هذي هي الطريقة ديال المراكشيين في الدجاج بالدغميرة ولا لا ولكن واخرنا الراكشيين نرى كل واحده بطريقة ديال وشيكونا بحل بحل حبس كله وطريقتهم وطريقتهم مهم أنا هذي الطريقة ديال مارا مهم لبناس خليواكم مع الدجاج بالدغميرة بطريقة المراكشية وما نطولوش عليكم ان شاء الله هنبدو بتوجه وهنا هي البنات لنوجد معاكم الدغميرة ديال هذيج الدغميرة غتجيكم شوية مختلفة لانني غضي نتحل بصناف لها شوار وهي اللي غضي نشرمل به هذيج الكمية اللي غتديرو به هذيض دغميرة مثلا القيس وحدة خمسة البصلات كبارين ولستة البصلات قدديرو النص ديالهم في الشرمولة اللي كتشرمل به هذيج والنص غضي نديرو في الدغميرة ومن شاء الله غايت تبعوا معايا الخطوات والتفاصيل دكشي من قوش لكم هيجيكم شاء الله وحد دجاج اللي زوين مهم هنا يجوج بصلات اللي كبارين أنا هنا درت ربعات البصلات كبار وما زال راني درت وحد البصلة آخرى من اللي بغيت ندير الدغميرة مهم جوج بصلات كبارين غتديرو في الهاشوار ولا غضي اتطحنوهما البنات في مونينيكس بالخصوص هذو ديال الدغميرة فخصصهم يكونوا ما بينينش يعني تكون غضيك البصلة هكا خاترة ولكن ما بيناش يا في الهاشوار ولا في مونينيكس اللي توفر ليكم هتديرو جوج بصلات كبارين وهنا يا البنات تومة عندي تقريبا هنا تومة الحبة صغار ديرو جهة تمانية الفصوص كبارين ديال تومة وهنا البنات الحامض مصير ساورها ديال مراكس هذ الحامض مصير البنات كتصوبوا لي هكا الوليدة ديالها وكتجيبوا معاها عفتوا البنات الحامض مصير ديالهم فحلع سل واحد الحامض واعر كتضوقني منه وكتجيبوا لي واحد طريقة اللي يزوينا ومكيف ماشته في الهاشوار درجوش بصلات كبار تمانية الفصوص كبار ديال تومة وجهدها كنص حامضة مرقدة كنتحن كل شي مزيان مزيان في الهاشوار حتى كي يتطحنوه في مونينيكس اللي توفر ليكم حتى كنتحن لنا مزيان هذيك البصلة كيف ماشته وهنا يا صافي سوف ينخوي كل شي كنحيد هذي كنصق في الغطاية ديالها وهذي ندير كل شي سوف ينشرم هذا الشي إما في بانيو كبير ولا في الطنجرة الطنجرة اللي سوف ينطيب فيها الدجاج هي اللي سوف ينشرم فيها لأن الدجاج لا يتقلل فمن الأحسن الدجاج تضعوه هكا كي يبقى صاين كيف ما حطيتو حتى يبعد تهزو قوة قلب وقوة تشحار فغير كي يخسر ليه شكل دياله هنا معلقة كبيرة ديال السمن وهنا يقصبرو مع الدنس الربيع هكا كتديرو جهد دياله هنا يوقف وزعفران تفضلو هكا الأضواء الله أو العطرية دياله لدينا رأس الحانوت و المروزية سوف يكون معلقة كبيرة هريسة سوف نشرمل مزيان هذه البصلة والربية مع التوابل و هذا الشيء كامل نشرمله مزيان من بعد البنات كيف توجد لنا الشرمولة تأخذوا الدجاج و يكونها كبايت سوف نشرمله سوف يدخلوا الشرمولة في الجناب والداخل والفخاد سوف نشرمله مزيان لتوصلوا الى الشرمولة كامل و نجمعوا الرجلي و نحزموا الى البنات هذوك الرجلات هنا يخذي تغييد ذلك الشرائط اللي تحزم بها الربيع هو اللي حزنت بي توصلوه مزيان و تحزموه بي هنا البنات قياس جوج دجاجات اللي غاد نديرو هات الشرمولة اللي شاركت معاكم القياس ديال جوج دجاجات هكا غير بيناتنا و انتو مره مهمة لحسب كمية دجاج اللي عندكم تديرو الشرمولة اللي تكفيكم سافي مهم كيف ماشتوا البنات الشرمولة تدخلوها مزيان هكا في الجناب الداخل ما بينجلدها هكا باش كي يجيدك الدجاج و في الأخير كيف ماشتوا نجمع لي هكا يا رجلي و تشدوهم هكا اما بذلك الخيط اللي كنحزموه به الجاج ولا اللحم الخيط البيض اللي كي يكون كيتباع ولا هذك الشرد الربيع كيف ما قلت لكم اللي حزمت بيه حتى انا و هم غادي نحزمني هكا خاص ضروري لابنت و خمعة تحركو ججاج ضروري تحزموني هرجلي باش كي يبقى شاد تحزموني هرجلي و هم ليكا يتحمر تحزموني هرجلي و يمكنك مشتوه دوزته مزيان فهذا يشترموني هرجلي اللي شرمتوا بيها و نضع القاملة فق البوطة هني المطايب غليان تترويو به كي تتمرقو به باش هكا كي يجمع لنجج و ضغياء تطلع فيها الغلية تزيدوا العنوقة مقطعين طرافي صغار و القناصي الكبدا مدرتهش كي تصرونها فيها مغليان و شوية ديال عاصر الحامض سوف نسلقها هناك كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت الرومية و الزيت البلدية و كتأخذوا هكا واحد العود ولا واحد الفورشيط او شي حاجه تكون هكا طويلة باش ما تخسروا شكل ديال الجج و كتتقبولي هكا الجناب دياله و صدير باش كتدخلوا ديال الشرمولة و حتى داك الماء اللي كي يكون مجموع لنا ما بين الجلدة واللحم كي يخرج و كتتقبو ذك الدجاج ديالكم كيف ماشتوه البنات مزيان عاي باش كتدخلو الطياب و صافي تتخليو العافية متوسطة متجهدوهاش و ما تكونش مهيلة مقتولة متوسطة تتخليو الدجاج ديالكم يطبع لها خاطر انا ما كنحركوش من بلاستوك تحطوه في اللوي على السدر دياله و كتخليو على السدر حتى كي يطيم مهم اللي يدرد عليها البنات الغطاية ديال الطنجرة و للقاميلة حاولوا تخليوها في مهم يبقى يتنفس هذك الدجاج البوخاري حتى يتفرق عليكم الدجاج و بعدما طاب الدجاجة سنهزو نضيفه تسقطرهم جيد من المرقه و نضيفه في الجن و هنا هي البنات البصلة اللي يزت كيفما قلت لكم هنا خمسة البصلة تكبار و لاستة و نضيفه في الشرمولة و نضيفه في المريقه الدجاجة و تجان كثيرين و سوف نضيفه في مريقه و نضيفه و من هناك طيب و نضيفه و نضيفه حتى تنشف و هنا هي البنات هانتو ما شوفوا الضغميرة بعد ما وقفت و بقيت غزويتا انا كنجرها كالضغميرة باش كتشوفوها بقيت غزويتا معزولة بوحديتا في الجنب و انشفت و جات واحد ضغميرة واحد المريقة واعرة و كيف ماشتوها البنات را مادرتش الملحة نهائيا غادك الحامض المصير و الضويمات راهم كافين باش ما تجيكمش المرقة مالحة و جات هيها ديك و جات معلكة منقوش لكم جات واعرة غيجربو ان شاء الله حتى الطريقة ديال الليلة راوخة انا اللي طيبت البنات ولكن الطريقة راديال صاحبتي هي اللي كتجولي او انا كندير انا طريقتي بوحديتها كنشرمل الدجاج غين في الربيع والتومة والعطرية بوحديتهم و عادة كنزيدو عليها البصلة ما كيتشرمل شبل البصلة مهم طريقة مختال فعلة ديانا مهمة البنات صفيحية القاملة من فوق البوطة وهنا يدجاج دهنتو غيب الزبدة والهريتا و دخلتوا الفران هكا تحمر من من الجناب كتبقوا هو في الفران كتبقوا تدوروا و على الجناب جوج و على التحت حتى يتحمر لكم الدجاج ديالكم كامل كيلي كيقلي في الزيت حنا صراحة من الاحسن ديروا غيب الفران باش ما كيبقى شوية صحي مهم ما كتديروش في الزيت مهم الطيب ديال العراسة الضروري ما كيقليو الدجاج في الزيت حنا يدخلناها تحمر غيب الفران و سوف هناي غنحط معاكم طبق ديالنا الشكل نهائي حطيت هكا يد جات الوسط و غدي ندور بهم الدغميرة الدغميرة كتجي مع الكول ديال البنات كيف ماشتو طريقة سهلة و ما كتشتش لكم الوقت بززاف و في نفس الوقت كيجي رائع مو يمانتو ما شوفوا البنات رغيم اللحطة ديال الدغميرة غدي تبليكم بان الدغميرة جات مع الكا و حل طياب ديال العراسة البنات اللي كنلقوا الدغميرة معزولة و زوينة في حال هكاك كندور دبا كيف ماشتو البنات الدغميرة على الجناب طريقة مهم لحطة ركا تقدموا بطريقة اللي بغيتو طريقة لحطان ديال الدجاج رابينة هنا هي البنات خديد القشرة ديال الحامض مصير و قدتها هكا ينزين بها من الفوق و نص حامضة حتى هي عمرتها بالهريسة و الزيتون خضر بالأعظم و لكتديروا الزيتون الحمر اللي بغيتو تأوك ترشو هكا يمن الفوق تزينو به طروري الدجاج بالدغميرة مع الزيتون كيتوات معه طروري منديرو و هنا البنات قلينا شوية ديال اللوز و درناها في ذلك الطبيسيل و في ذلك الزيتون من الفوق تأوك يجي شكل ديال و زمين مهم هذا هو الطبق ديالنا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم و ها هو البنات طبق ديالنا دجاج محمر بالدغميرة صراحة جا خاطير الدغميرة دقناها غزالة لديدة معلكة انتو منشوفوا بلما نبقى نشكر كيجا كليلة جا تبارك الله عليك زمين انا عطيت كنتي يا تبارك الله عليك و صحة الله يفارك فيك انتو مقربين في هون شوفوا الدغميرة كيكا تجي معل يا الله البنات المراكشيات يلا خليونا بكم و اضطر كيجاكم دجاج محمر بالدغميرة طريقة ديالليلة بمراكشية مهمة اتخليونا كيجاتكم و انتمنى ان شاء الله تجربوا طريقة كيجيزوينا و مشهيناكم لموحمد تسمح لينا و احنا غنشيهم تغدا و شكرا على المشاهدة ديالكم اللي عجبكم الفيديو متنسوش واحد اللايك و بارتاجين الفيديو مع صحابكم و مع العائلة هنا غير سري الفيديو ديالي معاكم و نقول لكم السلام عليكم خليتليكم الراحة و اتلقوا فيديو جزيزا الله اشتركوا في القناة و 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة